جدا خلينا اقول لحضراتكم انه كان فيه اجتماع دعا اليه عبد الحميد الدبيبة اللي هو رئيس وزراء الحكومة اللي بيه المنتهية صلاحية والمنتهية الولاية والمنتهية الشرعية في الغرب ودعا الاجتماع وزراء الخارج العرب بشكل كان مريب وغريب وعجيب وما حدش فاهم ليه حتى فتح بشاغة اللي هو رئيس الحكومة المقرة من البرلمان قال انا مش فاهم هو ليه عمل هذا الكلام وبيعمخ الخلاف بين الليبيين لكن فيه تغيب عربي حصل عن هذه الاجتماعات لم يحضر الا او تونس والجزائر بس وقطر هما اللي حضروا والباقي باعت مندوبين لذلك الجامعة العربية مرحتش وقالت انه اسباب عدم مشاركتنا انه النصاب لم يكتامل وكل الدول لحضرة سبعة والمفروض يكون 14 دولة ودي فتح بشاغة قال بنشكر الدول العربية والاسلامية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والامانة العامة للجامعة على امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها للدعاء بانها الجهة المعترف بها دوليا انا بقول تاني الاخ الدبيبة والاخ بشاغة والاخوة في ليبيا امامكم فرصة تاريخية عشان تعملوا انتخابات وتقفلوا كل منافس الشيطان يعني ليبيا على صفيح ساخن حقيقة النهاردة الرئيس مع وزير خارجية اطالة بتكلموا على الموضوع والرئيس في القمة اللي كانت موجودة في الامارات تكلموا على الموضوع والرئيس في كل مناسبة بتكلم عن ليبيا لان ليبيا شأن بيهمنا جدا جدا لانه في حدود بتربطنا بين ليبيا ومصر 1200 كيلو وفي نفس الوقت الاخوة واللاقات التاريخية اللي بيننا ومن ليبيا بتحطم قال لنا احنا ندعو الليبيين الى التوحد والى عدم ضياع او تضيع فرصة تاريخية لالتقام الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها من التشرزم وعدم السماح للقوات الاجنبية بالتواجد وعدم السماح للميليشيات ايضا بالتحكم